مرحبا بكم مشاهدين إلى هذا الحوار سيكون معي فيه سيد منذر الحارثي المدير التنفيذي لشركة الربيع السعودية للأغذية مرحبا بك سيد منذر بدءا لنبدأ بهذه السفقة التي تعينون عنها في هذا المؤتمر الصحف بينكم وشركة تراباك ماذا عن أهميتها؟ ماذا عن محتوى؟ الحقيقة هي تطوير في منتج غطاء جديد استحدثه في عبوات البرزما 330 ملي وإحنا كنا من الشركات السباقة لتبني هذا الغطاء الجديد وكناك تعاون تقني بيننا وبين شركة تراباك لوضع هذا الغطاء على هذه العبوات طبعا إحنا من كبار الشركات التي تنتج عبوات بريزما 330 وخلاف 330 200 ملي فلذلك هناك تعاون وطيط لتبني شركتنا للغطاء الجديد هذا الغطاء العصري ما يسمى دريم كاب نظرة لهذه المواصفات هل في نظركم أو في توقعات مستقبلية أن توسع عملية روموما لتشمل كافة منتجاتكم من العصائر بالنسبة لهذه الأطيب من ذاته؟ نعم هي حتى تشمل جميع المنتجات التي تعبى في عبوات بريزما 330 الآن اخترنا شريحة معينة من هذه المنتجات وسوف تتوسع بأمر الله في المنتجات لاحقا جميعها نعود إلى شركة الربيع السعودية كيف مضى 2010 وكيف تنظرون لعام الجديد هذا؟ الحمد لله كان 2010 سنة جيدة لشركة الربيع بتطور أنجزنا فوق العشرة في المية عن السنة التي قبلها حجم مبيعات كانت خاتمة لنا لأنها حققنا 30 سنة من عمر الشركة فكان يعني فيه أشياء كثيرة احتفلنا فيها والله الحمد في شركة في عام 2010 وأنها تطلع لعام 2011 وما بعد 2011 الحمد لله نخطو خطوات واثقة جدا بتطور وبكسب شريحة من الأسواق وتوسع جيغرافي في المناطق جيغرافيا أو كمستهلكين كذلك ثلاث عقود من التجربة الآن أنتم رقم واحد قريبا في المنطقة فيما يخص انتاج عصائر الفاكهة كيف تنظرون للاستثمار بهذا القطع؟ الاستثمار كان يعني إذا ننظر للاستثمار أنه في الله الحمد جيد سواء الاستثمار تتكلم على كمصانع كمكاين استثمار في الأسواق التي ندخلها جديدة الاستثمار في التسويق الاستثمار في القوة العاملة التي تستثمر فيها فالله الحمد كلها أعطت أكلها وكلها أعطت نتائجها جيدة نعم الاستثمار ما زال هناك الملاك الشركة يدعم الشركة بكل قوة من ناحية الاستثمارات من ناحية تحديث مكائن من ناحية بناء مصانع إذا أحتاج الوضع إلى بناء مصانع هذا فالدعم متواصل والحمد لله النتائج إيجابية إذن أتمنى لكم التوفيق دائما في هذه المساعي سيد منذر الحارثي أشكركم كذلك أنتم مشاهدي للفضل هذا عمر طيبي وحييكم من روية الاقتصادية